اهلا بكم في الفترة الاخيرة ومع انتشار الكوارث زي الزلزال وتأثيرها سواء المباشر على المبنى ان هي قدت لانهيار بعد المباني او تأثيرها غير المباشر ان هي عمل التصدعات في المباني ابتدى كتير من حضراتكم يبعتولنا يسألونا عن الشروخ اللي بتبدأ تظهر في المباني بتاعتهم نتيجة تأثيرها من الزلزال عشان كده حبينا في حلقة النهاردة نتكلم عن اشهر انواع الشروخ ونعرف تصنيف الشروخ دي هل هي خطرة ولا لا يلا بينا نبدأ الحلقة بس قبل ما نبدأ الحلقة لو بتتابعنا اول مرة ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الجديد في العمارة هنبدأ حلقتنا ونتكلم عن اشهر انواع الشروخ اللي بتظهر في المباني وهو الشرخ الافق وده بيبقى فيه نوعين نوع انشائي ونوع غير انشائي الانشائي بيبقى عرضه 2 ميلي وده بيبقى في العناصر الانشائية زي السقف وممكن يظهر الشرخ ده نتيجة رتوبة في السقف اثرت على الحليط في خلته يصدي فده بيعمل الشرخ اللي احنا شايفينه في الصور وده بيتم علاجه عن طريق ممكن الحق زي فكرة المادة الايبوكسي اللي موجودة في الصور او مونة الحقن الاسمنتي المعدلة بالبوليمر او حقن البوليورسين اما النوع التاني من الشروخ الافقية وده بيبقى شرخ غير انشائي وده بيبقى موجود فوق الابواب والشبابيك بيبقى بشكل افقي زي اللي احنا شايفينه وده بيظهر نتيجة الاختلاف التشطيب او تريح المباني نتيجة الهبوط بشكل طبيعي اما النوع التاني من الشروخ اللي نتكلم عليها هو الشرخ الرأس وده برده بيبقى فيه نوعين النوع الانشائي والنوع الغير انشائي النوع الانشائي هنلاقيه بيظهر في الاعمدة او الكاميرات وده برده بسبب صدى الحديد نتيجة الرطوبة اما الشرخ الغير انشائي فبيبقى في اماكن التقاء الحوائط مع الاعمدة وده بيجي نتيجة لاختلاف معامل التمدد وده ممكن معالجته زي ما قولنا قبل كده بطريقة الحقن او بنحاول وانشطى بالوحدة اللي نتفادى الشروخ دي عن طريق اللي نحط سلك شبك في اركان المبنى اما النوع الثاني من الشروخ هو الشرخ الكتري وده زي ما احنا شايفين في الصور والنوع ده من الشروخ بيبقى خطر لو حصل فوق معظم الابواب والشبابيك في المبنى اما لو حصل فوق باب واحد بس ما بيبقاش حالته خطرة اما اخطر انواع الشروخ اللي لازم نخلي بالنا منها هو الشرخ المتدرج زي اللي احنا شايفينه في الصور وده بيبقى بعرض 2 ملي وده بتبقى شروخ انشائية يعني بيبقى فيه قسور في العناصر الانشائية اللي شايلة المبنى وده زي ما احنا شايفين بيبقى فص الحوائط وده غالبا بيانتوا نتيجة وبوط حصل بشكل مختلف تحت الاواعب بتاعة المبنى وزي ما لخصنا طرق المعالجة كتيرة بتبدأ من اول الحق لغاية عمل امصان من الحديد لغاية هنا حلقة النهاردة خلصت من البرنامج امصية معمرية شكرا للمتابعة